مفيش حديث في اي بيت الا منظومة التعليم الجديدة هل سيادة الوزير محمد عبل طيف لما وضع هذه المنظومة وتم الاعلان عنها بحضور دولة رئيس وزراء الدكتور مصامة بولي كان الموضوع معمولي النهاردة طب هل هذه قارات ترضي البلد كلها او الشعب كله هل ترضي الاسر او لها الامور طلبة اصحاب المكتبات لان احنا عندنا يعني اطراف عديدة في منظومة التعليم المدرسين كل المدرسين ولا البعض منهم احنا عندنا حوالي 25 مليون 25 مليون طالب بيتعلموا تعليم بتتكلم على 7-8 دول بس في التعليم مش بتكلمك على حاجات اخرى وانت بتخيل معناه ايه لما تطلع هذه قارات على مدار 3-4 ايام وراء بعض كل يوم بتلاقي قارات دمج تخفيف الغاء داخل المجموعة براء المجموعة قارات كتيرة جدا تاني بقول في ناس مش كل الناس في ناس وكتير مع هذه قارات بالكامل وفي البعض البعض لديهم تحفظات وفي ناس عندهم ايضا مش كتير عندهم رفض تام لهذه قارات يعني احنا في قارات سيد وزير تربية التعليم عندنا ثلاث فئات الفئة الاكبر تكلم على اسر تكلم على طالبة كتير من الطلب واحنا سألنا النهاردة طلبة في الشارع بيقولوا رأيهم مع الاسر طبعا حاسين موضوع بالنسبة لهم تخفيف كتير فلوس اقل ضغط اللي كان بيحصل بوعبع سنوية العامة مش هيبقى موجود تكلم على خمس مواد خمس مواد مش هيبقى موجود ويلا وهيسة ويعني زي مقول كده خليط حرب عشان سنوية عامة فيها وزارة البلد بالكامل من قوات مسلحة قوات مسلحة والدخلية واجس البلد المخابرات والامن الوطني وبنتكلم على حرب سنوية عامة والتربية والتعليم والصحة وكل وزارة البلد عشرين تلاتين جهة ممثلة في غرفة عملات بيترعمل ايام سنوية العامة حجم انفاق هائل حجم الشفير الموضوع طبعا لكن بقول لكم الحكاية ومطابع وورق وإلحق فيه غش وإلحق مفيش وإلحق أولاد الأكابر لا يبقى فيه أولاد الأكابر ولا أولاد كله هيبقى زي بعضه لهم كلهم خمس مواد هل ده حصل كده مفيش خليوا بالحضراتكم أي قارات في البلد احنا فينا متكلم على مستقبل دولة اللي هو ازاي تعلم أولادك أحسن تعليم وازاي كمان تواجه مافيا الدروس الخصية ده جزء منها هل الدروس الخصية هتخلص هتنقضي هتبقى موجودة ولا هتبقى موجودة أكيد الملف ده مفتوح ومفتوح بشكل مستمر هيكون معنا يعني النهاردة بكر أمي جادي كلها لأنه ده الشغل الشغل الناس عايزة تفهم وعايزة تعرف هو الحكاية بالنسبة لنا إيجابية ولا سلبية طب هنتعلم كم مادة طب كم مادة برا المجموع ولكن معلهمش درجات ولكن لازم أذاكرهم عشان مواد نجاح نجاح ورسوب من جهة الشيهم وبالتالي لازم تذاكر طب فيه مواد دخلت على الأدب مثلا شعب الأدبية وانا مالي بمواد دي بمواد بتاعت علمي يعني فيه تغييرات حصلة تغييرات دي أنا مش يعني مش مجالي إن أنا أقول لحك ده إيه وده إيه مش بتاعتي خالص لكن أنا بطرح كل الحاجات التي دارت على مدار الثلاثة أربعة يام اللي فاته واللسه هي مستمرة واللي هو طول الوقت الناس بتسأل وده إيه هيوصلنا لفين سادة وزيرة على المدار الأيام اللي فاتت النهاردة تقريبا كان في الشرقية أو المبارح كان في اسكندرية بيعمل جولات كمان على المحافظات عشان يشوف عملية الكسافات المدارس هنستغل الفراغات إزاي عشان نقلل مكسافة الفصول طيب الطالب اللي هنا ودايما سؤال عند أي حد الطالب اللي كان في فاصل فيه سبعين ثمانين واحد مية أو متين واحد كان إزاي هنا يقول لك أنا مش قادر أفهم ولا أذاكر ولا بسمع ولا بستفيد نفس الطالب ده كان يروح سنتر أو يروح ملعب كرة يد فيه تلاتة أربعة تلاف وواحد هو هو نفسه هو هو نفس الطالب اللي هنا مش سامع ولا حافظ ولا مذاكر واللي هنا راح دفع أهله دفعوله ثلتمائة أربعمائة جنيه في الحصة وقعد وسط ألفين تلاتة أربعة تلاف وواحد نفس الطالب إيه الفكرة هنا وإيه الفكرة في المدرسة هل النهاردة وانت بتعمل ده إزاي ترجع الولاد زي ما قلت قبل كده ترجع الولاد ولادنا المدرسة درجات على الحضور درجات على المشاركة على السلوك هو ده السلوك اللي كلنا بنتكلم عليه اللي هو احترام الاحترام احترام مدرسته وكل من هو الأسازة والجميع وزميله احترام الكل السلوك على درجات كل ده مهم كمان قلت تاني وبكرر وما لقيتش بكلام ست الوزير المعلم اللي أنا بتكلم عليه والأي حد اللي لازم بتكلم عليه إن أنا ازاي أزود المعلم اهتم اللي هو أساس العملية التعليمية المعلم رقم واحد نجاح أي نظام هيكون بالمعلم مش بالوزير الوزير مش هلف على تلتمية عملية إدارة تعليمية مش هلف على تلتمية إدارة تعليمية طب مين اللي هينفذ اللي هينفذ السياسات الموجودة اللي هما موجودين النهاردة اللي ممكن نحصل فيهم تغيير أو تعديل أو تبديل نحنا ما عندناش رفاهية إنك تقعد تقعد ناس البيت هو أنا عندي عجز أصل ربعمائة ألف ده أنا ما سدق عندي مدرس أو حد يعني يشتغل أو يقدر يدخل معنا في المنظومة عشان أقدر أواجه الأعداد اللي بتدخل كل سنة أواجه هذا الأمر على مستوى الجمهورية بنتكلم من أول بنتكلم ابتدائي وإعدادي وسنوي منظومة تعليمية كاملة وزير النهارده ويمكننا نطرحت وهكال أورح حرارتكم كمان الناس ألوية ولكن تعالوا نشوف الهيكلة الخاصة بالسنوية العامة لسادة الوزير محمد عبدالطيف أعلن عنها ونشوفها إيه حكايتها قدام حضراتكم وأنا بحاول أشرع عشان نبقى شايفين مع بعض الناس تبقى إعادة هيكلة السنوية العامة قامت على دراسة المناهج وأنظمة التعليم في عدة دول أجنبية لبعضها دول أجنبية دي أنظمة تعليم معتمدة في مصر يبقى ما عملش في يوم وليلة هذا القرار في يوم وليلة اتقلب يلا بينا نقلب نظام التعليم لا الموضوع ما حدش يجرؤ يعمل كده ببساطة لازم موضوع يكون خضع أولا يتعرض على السيد رئيس الجمهورية لازم وحصل يتعرض على مجلس الزراء لازم وحصل ثم يخرج وزير تربية التعليم وزير محمد أبل طيف ويشرح للرأي العام وشرح وأكيد هيشرح ثاني وثلاثة وعشر من هنا لحد نظام ده ما يبقى على الأرض حقيقي لأن الحقيقة عندما يتم التطبيق على الأرض هو ده اللي هيقول لنا هل هذا النظام بالفعل ناجح ولا نص نص ولا فشل لا مش عايزين فشل مش عايزين فشل في أي شيء ما نجحش ولكن التاني بقول الأرض وعلى الأرض التطبيق هو اللي هيقول لنا هل ده بالفعل كان هناك بناء على خطة ودراسة فعلا وإجراد بالتم ومسألة خلت وقتها ولا بسرعة يلا 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 اعمل نظام تعليم تاني بقول يتحمل وزير تربية التعليم اللي عرضوا اللي طرحوا واللي قال عليه إن احنا هذه المنظومة هدفها واحد اثنين ثلاثة ما حدش هنا خبير خالص إلا المعنيين الخبراء اللي ساتة الوزير اتكلم معهم الخبراء اللي شرحوا ساتة الوزير عنده خبرة في مدارس خاصة عنده خبرة في مدارس أجنبية صح نعم هل استفاد من هذه المنظومة أنا بقول لكم الإجابة نعم خبرته في منظومة النظام القطاع الخاص أو المدارس الخاصة الأجنبية كان لها جزء كبير في الفكر أو الهيكل اللي عامله لأنه جزء من التعليم الدولي جزء منه اعتمد على ده تمت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي تستهدف اللي هي الإعادة هي يبالي الأهدف بتاعتها تستهدف إعادة تصميم المناهج ودمج وحس ما يمكن طب هل ده هيتم في السبعين الثلاثة اللي جايين عزي أقول لحضراتكم لما لأنه في جزء إحنا هنا مع راشي أكيد نسيناه اللي إيه المكتبات المكتبات دي يا جماعة ما هي عندها الكتب وعندها المناهج وعندها يعني يعني وبالتالي لما خلاص كتب تسلمت للمكتبات وفي مطابع كبيرة كتيرة طبعت مصير المطابع دي إيه مصير الكتب دي اللي هتتغير في خلال سبعين تاني هتتغير في خلال سبعين اللي أنت عملت فيه دمج وفيه حس في بعض المناهج اللي بعده المميزات مميزات إعادة هيكلة السنوية العامة كما طرح الوزير محمد عبداللطيف آدي رقم واحد التأكيد على الهوية الوطنية بدراسة تاريخ مصر أمر عظيم جدا أمر عظيم جدا التاريخ فيش حد بدون تاريخ بلده تاريخ بلده هو ده الأساس يبقى كل ولدنا وكلنا هو أي بلد من غير تاريخ وإحنا دايما نفتخر ببلدنا وتاريخنا لما نجي نتكلم حضارة سبع تلاف سنة اللي هو ايه تاريخك بدأ من إمتى ما بدأش مبارح ما بدأش من تلتمائة سنة بدأش من ربعمائة بدأ من سبع تلاف سنة يبقى ده لما تيجي تتكلم أيوة هو ده تاريخ بداية تاريخ مصر بداية تاريخ مصر ده التأكيد عليه والتأكيد عليه كمان في كل ما جاء بعد ذلك عملني ايه والدولة عملت ايه واشتغلت ازاي لحد ما وصلنا النهاردة بحيث انه على مدار تاريخك هو ده التاريخ ولادنا يبقى عارفين تاريخهم اللي بيتم تدهيزه في مدارس بره في الدول الاوروبية والامريكية بيدرسوا تاريخ مصر تاريخ مصر حضارة مصر بيدرسوها طب احنا اولا نعمل ده والتأكيد عليه وكمان هزيه جرعة من التاريخ لازم تزيد لازم تزيد بيبقى الصفحتين ثلاثة اربعة في كل حاجة عندنا حاجات لابد من التأكيد عليها ولابد من يعني يكون تكون واضحة طول الوقت تكون واضحة بالألفاظ ويكون أمر أساسي مادة تاريخ ديات من أحسن ومن أجمل الحاجات اللي انت تقعد تقرأ طول الوقت لما عايز ترجع حاجة ارجع دور على كتاب التاريخ دور على موسوعة دور على المؤرخين احنا منتكلم على مؤرخين ومنتكلم على تاريخ هو ده تاريخ بلد اي بلد ما عندهاش تاريخ مش موجودة مش موجودة طب احنا ما بالا احنا مصر عندك هويتك عندك تاريخك عندك حضرتك عندك عظمة أنا بقول لها حاكم على مدار كل تقدر يعني تدي جرعة في تاريخ مصر وحضرتها لولادنا طول الوقت مش أول ما دخلوا مدرسة وبتكلم ابتداء وصغيرين لا كل طول الوقت بتعمل الكلام ده يبقى حافظي بنحافظ على هذه المادة ويبقى بديها استيعاب كبير جدا ونديها يعني وقت كمان ونحافظ نعمل وعي وتوعية لأجيالنا كمان لأنه وهوية الدولة المصرية تاريخ الدولة المصرية الوطنية كلم على كل الدولة بمعنى كلمة الدولة ولازم يبقوا واضحين وعارفين مين العدو ومين الحبيب مين اللي معاك ومين اللي مش معاك مين اللي بيهددك ومين اللي بيهددك سواء قبل أو بعد أو حتى المستقبل يبقى كمان عنده قراءات يبقى عنده نخلي باله يبقى شايف وهو بيتعامل مش مش أي حد قال لك كلمتين ضحك عليك يبقى تروح في السكة ولأ تخلي بالك وانت بتاخد أي قرار تخلي بالك وانت بتدينه وتكتب له تاريخ بلده الحقيقي من غير لأنه التاريخ ده تاريخ حدش يغير تاريخ جينا بعد 2011 لقين ايه زودوا في المناهج مش عارف ايه خربوا والله خربوا مناهج خربوا مناهج بتكلم بجد خربوا مناهج خربوا عقول الناس خربوا عقول الناس ده كنت بسمع من شهر شهرين كده حد كان بيقولك قصيحنا بصراحة ضحك علينا وسندنا الإخوان عشان اللي كان بيعمله نظام الرئيس مبارك كان بيعمل ايه نظام الرئيس مبارك في الإخوان كان بيعمل ايه كان بيعمل ايه يروح سندت الإخوان وجاي تطلع النهاردة تكلم وتقول أنا بقيت لا ما بقيتش اللي سند الإخوان ما يطلعش يتكلم يقول أنا بقيت دلوقتي لا لا خالص ولا حد يصدقك إذا انت سندتهم وكانوا بيدفعوا عنهم دفاع مرير أو دفاع شرير شرير قاعدين وتابعيني وشايفيني وهي أنا بقصدكم واحد 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 كنت أكتف الأهرام صفحات عن الإخوان فيطلعوا يشتموني قبل 2011 قبل 2011 بكتف صفحات عن الإخوان وأقول من هم وبيعملوا إيه وإيه 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 وأجنحتهم العسكرية والإرهاب وكل كل 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 فليهم إيه من جريتهم جريت بتاعتهم يطلعوا بقصفحات بيشتموني دعمين للإخوان مقالات ضدي موجودين والله بالإسم بالإسم حدش صدقك أبدا مهما تغيرتوا أو تلونتوا ما هو ده موجود مش موجود لمجرد مكشف للرأي العام واحد اتنين اربعة قال لك أحمد موسى عمل أحمد موسى كتب أحمد موسى أه أحمد موسى كتب ومصر على موقفه وما بيغيروش زيكم زيكم فنخلي بالنا نخلي بالنا التركيز على دراسة لغة النبية واحدة ويتقنها لأنه هو ده أن أنت ممكن تاخد لغتين بس في الآخر هتطلع النتيجة إيه مش اللي أنت عايز أنت عايز يبقى عندك لغة لغة واحدة ممكن يبقى عندك اتنين ممكن يبقى عندك اتنين يعني تتقن لغة ممكن لكن لما تركز على واحدة فيه طبعا فيه ناس معترضة على النقطة دي فيه ناس ثاني معترضة قال لك ليه ما تخليني ما أنا عندي إيطالي أنا عندي ألماني ما هو اللغة التانية مش لازم تبقى لغة إنجليزية تانية مش لازم تبقى فرنسية فيه عندك إيطالي فيه عندك ألماني فيه عندك لغات أخرى واحنا كمان لازم نتوسع يا جماعة يعني عايز اقول له حضراتكم واحنا بنتكلم على الياباني المدرس اليابانية بتدرسه ايه؟ بتدرس مدرس اليابانية؟ مش بتدرس ياباني ولا بتدرس حاجة تانية ولا بتدرس عربي اسمها مدرسة يابانية طب وانا مش عايز خريجي يتقن اللغة اليابانية طب خريجي يتقن اللغة الصينية اللي انا بتعامل معها النهاردة في حاجات كتيرة جدا طب خريجي يتقن اللغة الروسية اللي انا بتعلم معهم النهاردة بتدرب معهم وبعمل معهم الضبعة وبعمل معهم غير الضبعة وعندي تعاون معهم مش عندي كده؟ هو الموضوع بقى لغة انجليزية بس طيب فرنسية طب ما انا عندي النهاردة فاتح العالم كله فاتح العالم على الاقل انه فيه دول النهاردة بتشتغل على الصين اللغة الصينية الصين بتاخذ العالم طبعا لازم وعندك انت كمان ده تاني لازم نفكر في حاجات من النوع ده إنشاء أنشطة تدريس البرمجة لطلاب السنوية العامة ده مش هيكون السنة دي هيكون من عام ستة وعشرين سبعة وعشرين ده المحدد هو ستة وعشرين سبعة وعشرين تضمين الموضوعات القومية بالمناهج صح ده كلام مهم مؤكبة التعليم أيوة هو ده هو ده اللي طول الوقت بنتكلم عليه إنت عايز خريج إيه يشتغل ويكسب ويدخل على طول يتخرج سوق العمل محتاج إيه هو ده اللي لازم تعمله واللازم تشتغل عليه بنتكلم هنا على تعليم هنا وبنتكلم على تعليم العالي الاتنين من هنا للتعليم العالي سوق العمل هو ده اللي أنا شغال عليه السعادة دور المدرسة ترجع لأنه دور المدرسة بصراحة من 2011 كان يبقول ماهو 2011 دي جابت لنا خراب كتير قوي بما فيها التعليم بما فيها التعليم بما فيها التعليم المدرسة فقدت دورها من 2011 لأنه ما بقاش والمدرس قادر يسيطر على حد وقادر يجيب الولاد وكله الدنيا كانت بهدلة وفوضى فنرجع هنا الدور دور المدرسة علم صح ولاد النهاردة أما يروحوا وده الفرق ما بين التعليم يعني المدرس بتاعتنا اللي احنا تعليمنا فيها المدرس الحكومة وما بين مدرس ولادنا أو حتى أحفادنا بيتعلموا في تعليم تاني وبالتالي بياخدوا منظومات تانية تماماً والولد وهو لسه قد كده عارفت يعني حاجات كتيرة جداً جداً اللي انت بتاخدها في عدادي هو بياخدها وهو لسه يدوب يمكن لسه يدوب بيعلموه ده فهنا نعمل ده اكساب الطلاب المهارات المستقبلية ده المميزات اللي بعده طيب هنروح بقى طلبة هيدرسوا ايه طلبة هيدرسوا ايه في على طول احنا منتكلم السنة اللي فاتت كانوا بيدرسوا عشر مواد اللي هو الصف الاول السنوي طيب العام الجديد اللي هيبدأ يوم واحد وعشرين تسعة اللي جاي ان شاء الله بإذن الله يتعالى العشرة دول هيبقوا ست مواد العشرة دول هيبقوا ستة يبقى انت هنا عملت ايه العشرة دول نزلوا ست مواد صف الاول السنوي ايه هما لغة العربية طبعا لغة اجنبية اولى علوم متكاملة اللي هي دي الاول مرة التاريخ ايوا هام فلسفة منطق طبعا فكر الرياضيات يبقى دول ست مواد اللي هما سنة اولى سنوية طيب ايه بقى اللغة الاجنبية التانية ما هنا اللغة الاجنبية ممكن تبقى فرنساوي ممكن تبقى الماني مهمه لال انت وعند اللغة التانية ايا كانت ايه هي ممكن تبقى انجليزي ممكن تبقى ايطالي هنا مدت نجاح ورسوب يعني اللغة تانية لازم تذاكر وتبقى شاطر وتنجح فيها بس إيه نجاحك فيها مش يوضف للمجموع بس لازم تذكرها وتنجح فيها عشان تعدي يطبق منهج العلوم المتكاملة اللي هو ده لأول مرة بدلاً من منهجي الكيمياء والفيزياء بأدول هنا موجودين العلوم المتكاملة إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول السنوي هتتلغي منين صف الأول وتصبح مادة تخصص يعني سنة أولى ما عندناش جغرافيا هنا ما عندناش هتتلغي هنا تصبح مادة تخصص إمتى للشعب الأدبياء في السنة التالية اللي هي السنة تانية سنوي يعني لو بروح تانية سنة وهنلاقي الجغرافيا موجودة مادة أساسية عندك بس هتتلغي إلغاءها في السنة الأولى بس هتبقى عندي مادة أساسية في السنة التانية نشوفوا السنة التانية صف التاني كانوا ثمان مواد في 23 و 24 هيبقوا ست مواد صف التاني السنوي إيه هما؟ اللغة العربية اللغة الأجنبية الأولى الكيمياء الأحياء الفيزياء الرياضيات ده مواد علمي دول مين؟ مواد علمي ما إحنا عندنا شعب أهو؟ بقى عندنا الشعب أهو؟ طب مواد أدبي لغة عربية لغة أجنبية أولى جغرافيا اللي تلاغت في السنة أولى رجعت لنا هو مادة أساسية في فين؟ في الأدبي مادة أساسية جغرافيا في الأدبي هي والتاريخ عظمة علم النفس عظمة الرياضيات الرياضيات معرفش هنا يعني ممكن لما نسأل خبراءنا ليه دخلت الرياضيات في الأدبي؟ أنا معنديش تفسير وما أقدرش أقول تفسير مش بتاعي لكن لازم أكيد أكيد اللي خد قرار أجيب الرياضيات في أدبي لأنني دخلت أدبي عشان الرياضيات بكره الرياضيات ناس بتروح أدبي عشان الرياضيات طب أنت كيف تقول لهم الرياضيات في أدبي؟ أبا أكلمكم على أيامنا يعني على أيامنا الرياضيات ما هو أهي في أدبي اللغة الأجنبية التانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع زيها زي سنة أولى الاسفادة من فترات من فتراتها الدراسية في تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى اللي بعده سنة تالتة سنة تالتة سنوي كان عندنا سبع مواد هيبقوا كام؟ خمس مواد شو عبت العلوم هيدرسوا إيه الخمس مواد بتوحهم إن شاء الله سنة جديدة بإذن الله من أول 21 سبتمبر القادم لغة عربية لغة أجنبية أولى أحياء كيمياء فيزياء يبقى هنا شعبة العلوم هيدرسوا الخمس مواد دول مادتي اللغة الأجنبية التانية والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح ورسوب غير مضافة للمجموع يبقى لغة أجنبية تانية لازم أذاكر عشان أنجح فيها جيولوجيا أذاكرها عشان أنجح فيها علوم البيئة أذاكرها عشان أنجح فيها لأنها إيه لو ما نجحتش لقدر الله ممكن ما تعديش السنة فلازم أذاكرهم بس مش هيضافوا لإيه للمجموع دول المجموع وهنا بيديك درجات أكتر عشان توصل للدرجة اللي أنت عايزها لأنه عندك ثلاث مواد دهو خارج المجموع فدول اللي هيعوضوا المجموع اللي أنت عايز تاخده وتدخل بيه الكلية اللي حضرتك عايزها في دول الخمس مواد دول شعبة الرياضيات هيدرسه إيه لغة عربية لغة أجنبية أولى رياضيات كيمياء فيزياء يبقى أيضا خمس مواد طب الشعبة الأدبية هيدرسه إيه في سنة ثالثة إن شاء الله لغة عربية لغة أجنبية أولى التاريخ الجغرافية الإحصاء دول الخمس مواد أيضا للشعبة الأدبية مادتي اللغة الأجنبية التانية وعلم النفس من مواد النجاح والرسوب غير مضافة للمجموع يبقى هنا طلاب الأدبي بيذكروا علم النفس ولازم ينجحوا فيه واللغة التانية ولازم ينجحوا فيها عشان دي لن تضاف للمجموع ولكن الهم المجموع إنها مواد نجاح ورسوب يبقى أنت هنا حضرتك عملت ده عملت ده مع ده مع ده خففت على الطلبة مدى السبعة بقوا خمسة ثانيا بديهم أرجحية في المذاكرة أكتر التركيز على المواد دي أكتر ثالثا قللت مادتين وقللت لو أنت عايز تاخد دروس وإحنا مش عايزين ناخد دروس عايزين موضوع دروس ده يعني 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 لازم قضاء تماما على هذا الأمر بشكل واضح عشان زي ما قلنا كده قبل كده هو ده اللي عامل أزمة للبيوت المصرية أزمة الدروس الخصوصية السناتر مهم يعني لازم إجراءات وإجراءات للناس إجراءات مهمة مش عايزين أعباء أكتر في ناس طبعا بعض المدرسين قالك وانا فين أنا مدرس لغة فرنسية مستقبالي ضاع يعني أنا ما عنديش غيرها أعمل إيه مدرس علم النفس مثلا قالك وانا طلع تخصصي أعمل في إيه حد تاني مثلا مكتبات قالك الكتب دي هنتعامل بها إزاي أنا خسران والمطابع اللي طابعت خسرت فيه خساير يعني فيه فيه سلبيات موجودة وفيه إيجابيات يعني فيه ناس كتير شايفة أنه فيه إيجابيات كتيرة فيه بعض الناس شايفة أنه فيه سلبيات وفيه بعض الناس مش عاجبها خالص وزي نقول لحضراتكم آم أي قرار أي قرار أي حد بياخد أي قرار لا يمكن يبعليه إجماع بنسبة 100 في المية في أي إجراء لكن أنا هنا بتكلم على نظام تعليم